اشتركوا في القناة من السياسيين والثوريين والجمهور والشعب وقال محمد علي الرزقي كاتب عام نقابة الامن الجمهوري في تصريح للشروق انه توفيق شرف الدين وزير الداخلية هو الوزير الوحيد اللي عمل منذ الثورة على التخلص من الجهاز السري كما دعا الجهاز الجهات عفواً المختصة للتحقيق في بقية الشبكات المشبوهة في تونس باش ما يتمش تطويع وزارة الداخلية كورقة ضغط على الامن التونسي يعني بعد سنوات عديدة من الثورة وبعد حكومات وزارات متعاقبة يخرج اليوم محمد علي الرزقي كاتب عام نقابة الامن الجمهوري ويقول الي توفيق شرف الدين هو اول وزير داخلي داخلية عفواً يحاول يعمل باش يتخلص من جهاز السري الحركة النهضة واللي قبلوا الكل كانت متوعاتهم حركة النهضة التصريح هذا لقى روج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي برشة هاجموه واتهموه انه ينحاز التوفيق شرف الدين وبرشة قالوا الي هو كلام صحيح مياء بالمياء انتو ما اشني يا رايكم في الكلم هذا في النهاية نشكركم على تفعلكم معنا والاشتراك في القناة وإلى اللقاء